اسمح لي في النقطة دي لأنه هذا المنظور مهم جدا لكن للأسف الشديد من 2014 ودي نقطة عايز أثرها مع حضرتك أنه كان في حرب ضد الإرهاب وكان في عمليات إرهابية بتحصل في سيناء بالرغم من ويلات الإرهاب على مدار سنوات والحمد لله يعني السيد الرئيس في فبراير الماضي أعلن يعني أنه سيناء أصبحت خالية وتم القضاء تماما على كل البقر الإرهابية لكن السؤال هنا بالرغم من عمليات الإرهاب إلا أنه الجانب التنموي أو جانب التعمير كان مستمر يعني يد كانت بتحمل السلاح في وجه هؤلاء ويد أخرى كانت بتبني وتعمر عشان هو ده الهدف في حماية الأرض لازم أحميها بالبنى والتعمير ولا أتركها خالية مدى كان هي قرار استراتيجي على مستوى القيدة السياسية يعني بأعتبر من القرارات النجحة جدا لها لأن النجاحه فعلا كان له رؤية أن التنمية سلاح رئيسي في مقاومة هذا الإرهاب زي الجيش بصدر التنمية لا تقل أهمية عن العمل العسكري الذي يوجه هذا الإرهاب صحيح ودي حل فكرة من الحاجات العظيمة اللي كانت في الفترة اللي حضرتك بتذكرها دي أنا بسميها بقى إحنا المولودي الجديد ده كان ابتدى في التسعينيات قلنا المشروع القومي لتنمية سينا ومبتدت العجلة تدور زي ما يبقى عندك ابن جديد بتبتدى تدخلوا المدرسة الأول ودي ويكبر ويكبر شوية ويكبر شوية شوية مش كده صحيح الحقيقة التفرة اللي حصلت بقى إحنا بقول مع عمرها كان بقى لو حسبنا كده حاليا في التلاتينات يا دوم هتوصل تلاتين سنة مش كده صحيح آخر عشر سنين ما جرع على أرض سينة بصفتي تحيش على أرض سينة أقول سنوات طويلة منذ بداية تخرجي من الكلية الحربية ويكبر تسمح لي برضو عشان فاطل لسادة المشاهدين ما نتكلمش برضو كوي على طول كده نركز في الجوانب العسكرية يعني يعني بقولهم نفسي حد يتصور سينة دي قد إيه بساحةها قد إيه حد متصور إن كده بتذكر سينة دي للمعظم يعني متخيلين أن هذا إيه بقعة أخرى كده من الأقليل مصر واحد وستين ألف كيلو هي دي واحد وستين ألف ستة في المية من مساحة مصر ده أنا هشبيها بتشبيه بسيط تخيل أنت المسافة من السكندرية لغاية برسعيد يبقى لو حاولنا نتحرك شرقا من السكندرية لغاية برسعيد وبعدين لو حاولنا نحرك جنوا من السكندرية لغاية المينيا من برسعيد لرفح كده من برسعيد لسينة جنوبا كده يعني شوف بقى المساحة قد إيه خلاص المساحة دي كلها دي بكل خيراتها دي لما كانت أرض بيدور عليها المعارك هل كانت هناك أي مظاهر للحياة التنموية في ذلك الوقت ما كانش فيه يعني أنا عايشش تفتيكي كنا نشرب مية نشرب مية منين منين أفندي كنت في وسط سينة عشان نشرب مية ما كانش في مية صالحة للشرب ما فيش مية ولا في طرق ولا شبكات صرف صح ولا أي حاجة ما فيش مية مية أنا مش أكلم بها على الإسكان والعمران والخدمات وتقول لا لا بقول مية خلاص تخيل وإحنا في وسط سينة عشان تشرب مية كان عمدي عربية لوري فيها ضف انتص مية المكعب تخيل أبعث أجيب المية يا أمة بالسويس يا أمة من اسم عليها مية وعشرين كيلو بالسويس من جوة سينة عشان نشرب مية عشان نشرب مية خلاص كي الملاء نساها من الزباط اللي كنت مسؤول عنهم كانوا يقولولي كده يا سيادة النقيد نفسنا في لقمة خضرة لقمة شاف كلمة لقمة خضرة ليه يعني مشوف حاجة مشوفوش حاجة خضرة خلاص بناخد علم التعيين وإحنا في العريش كنا نستنى القطر اللي جاي اللي كان بيطلع لغاية غزة أخره بيبقى فيها عربية فنتص فيها مية علشان كل واحد ياخد جيرك المية لأن ده دوب حتقدر تشرب كباية شاي أو تشرب مية لأن الأبار نسبة الملوحة علي يعني محدش يتخيل كان الوضع إيه تخيل أنت بقى دلوقتي معلش محترم كده كان اللي هو علي بيقوله ده كلام من أهل الكهف مثلا بأقبل عمر بك اللي جرى النهاردة على أرض بنية تحتية مختلفة تمام من برح دولة رئيس الوزراء مصطفى مددولي قال خلال العشر سنوات الماضية من 2014 كان التركيز كله على البنية التحتية في سينة يعني شبكة الطرق ومحطات الصرف والمياه هو أكتر حاجة تم انفقها نحن نتكلم بلغة الأرقام حوالي 600 مليار جنيه مصري من 2014 على البنية التحتية دي المرحلة الأولى لتطوير سينة وحتى هو قال مبارح أن المرحلة الثانية بتدشن ببداية بقى العمل التنموي وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية أكثر ترجمة نانسي قنقر